اشتركوا في القناة وفيها جهود مملكة البحرين المبذولة في تسريع وطيرة تحقيق اهداف التنمية المستدامة كما استعرضت ابرز مخرجات القمة العربية الثالثة والثلاثين ومبادرات اعلان البحرين التي اعلن عنها جلالة ملك البلاد المعظم رئيس الدورة الحالية للقمة العربية خلال القمة وحازت على اعتماد الدول الاعضاء وتطرقت الكلمة الى الجهود الوطنية الرامية لتنمية القطاع الاقتصادي وتوجيهات السمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لسياغة رؤية البحرين الاقتصادية الفين وخمسين